الخبر الأول اللي عدنا عن مفاجأة ريدر وياسو مناسبة وصول حساب ريدر للـ 100 ألف متابعة طبعا ألف مبروك وإن شاء الله المليون فالريدر نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يقول بها أنه أكو مفاجأة كلش خرافية رح تكون بس يوصل 100 ألف متابعة رح أطلكم للسورة على متفتهمون أكثر إنه قربت أوصل 100 ألف فبس أوصل 100 ألف رح نزلكم مفاجأة كلش حلوة كلش كلش حلوة طبعا بالنسبة لياسو فهي باركة ريدر بحسابها بالإنستغرام فنزلت هذا البوست اللي قدامكم ولتقول بيه ألف مبروك وإنت تستحق وإنت موهوب فشلو تتوقعون المفاجأة الخرافية بالنسبة لي أتوقع أغنية الخبر الثاني اللي عدنا عن حقيقة خطوبة بيسان إسماعيل طبعا هذا الخبر غير صحيح لم يعرف القصة فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي قدامكم اللي بيسان فيه لابسة خاتم الخطوبة وخاتم الزواج ولكن هذا الخبر غير صحيح أما هو مجرد تسويق المقطع الجديد اللي رح يكون مقلب بأنس الشايب أو رح يكون حفلة خطوبة لحد نتصورها يعني لأنه بنهاية هذا الستوري لو تلاحظون أنه أكد تصور بنت ثانية اللي هي هاي الطالعة قدامكم حاليا فأكيد هذه البنت الليها علاقة بالموضوع سواء هي أرسها أو أرس واحدة من أصدقائها يعني فخلونا ننتظر ونشوف ولكنني متأكدوا أن الموضوع محقيقي ومن مجرد تسويق المقطعها الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ووصول قناتها للستة مليون متابع فألف مبروك وما باقي شيء على العشرة مليون إن شاء الله بقرب وقت الخبر الرابع اللي عدنا عن طيبة وبيسان اسماعيل ونزول الرد المنتظر من طيبة فطيبة نزلت بحسابها بالإنستغرام الرد كامل تقريبا حوالي أربعين دقيقة والتي كشفت بيه كل شيء بالإثباتات والأدلة والأوراق وتهجم بيسان عليها وبنفس الوقت حقيقة الأغاني جاي تنزلها بيسان إنه هي مسروقة ومن هالكلام وردها على المقطع بيسان بالكامل طبعا هذا المقطع كلش طويل فاللي حاب إنه يشوفه كامل موجوده بقناتي الثاني وطبعا بنفس الوقت طلعت فضيحة بيسان بالأردن شون شات السوي هي بالأردن ومن هالكلام فروحوا يشوفوا المقطع ويعرفوا كل شيء الخبر الخامس اللي عدنا عن أحمد أبو الرب ووصول حسابه للإنستجرام للمليون متابع فألف مبروك وإن شاء الله عشر مليون فأحمد أبو الرب احتفل بهذا الشي وهذه الصورة طالعة قدامكم ما رح أعلق عليها خبيتلكم ياه الأخير باركو لهم كلهم بالكومنتات وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى المقطع جاوكم لا تنسوا تحطوه لك وتشتركوا بالقناة تشتركوا بالقناة تشتركوا في هذا الزيء من قناة مملكة القصص ومع السلامة